وتميل الكثير من النساء في رمضان للبس أزياء مختلفة ومحددة ويقبلنا أيضاً على الأزياء والتصاميم الجديدة وبهذا الخصوص ستكون اليوم حلقتنا مشاهدين عن الأزياء والخياطة الفن الذي يجمع بين الإبداع والمهارة والتقنية وكذلك الجمال تتحول الأفكار والمفاهيم والخيال إلى قطع أزياء فريدة وجدابة تعكس دوقاً مصمم وتلبي احتياجات العميل أو الزبون ومعنا اليوم مشاهدين ضيفتنا وهي مصممة أزياء عملت في الدرامة العربية والمسلسلات وستشاركنا اليوم تجربتها وتورينا بعض التصاميم والأزياء الذي هي خاصة برمضان بالإضافة بتكلمنا عن الصعوبات والتحديات اللي ممكن أن نتواقه في هذا المجال المتنوع والملهم دعونا نستمتع وإياكم في هذه الفقرة ونستقبل أيضاً معانا في الأستوديو الأستاذة ليلى قاسم وهي مصممة ويعني في مجال الأزياء أهلا وسهلا بك أهلا بكم شرفت بكم وباستضافتكم شكراً جزيلاً وإحنا تشرفنا فيك اليوم وبلمساتك الخاصة وإن شاء الله رمضانك كريم مقدمة الله يسلمك رمضان كريم علينا وعلى العالم كله إن شاء الله إن شاء الله بداية لو تكلمنا أستاذة ليلى قبل ما نتكلم عن التفاصيل والأزياء الموجودة معنا في الأستوديو يعني كيف اخترتي هذا المجال وليش بالتحديد مجال تصميم الأزياء هو بالنسبة لي كتير يعني شي بحبه كتير يعني من أنا وصغيرة يعني بحب هذا المجال وكبرت شوي شوي وصرت أعمل سيرش على كل شي دائماً يعني تفكيري يعني مشغول بالفاشن وهيك وبلشت أول شي بمعهد تصميم لأزياء شخصيات المسلسلات عند المصمم الروسي الله يرحمه لاريسا مرت الأستاذ عبداللطيف عبدالحميد مخرج أفلام معروف وجه له تحية وبعدين طورت شوي شوي طيب يعني شاركتي ما شاء الله بمسلسلات وأفلام ودراما عربية لو تكلمين بشكل سريع عن مشاركاتك شاركت بدمشق أول شي مع شركة جولدن لاين وجه لهم تحية كبيرة بعوشها رياض وشاركت بمسلسل الكندوش مع شركة أمبي بروداكشن كان كتير العمل الشامي صعب شوي يعني أنت كنت خاصة بالستايل أنا أكنت مشرفة الأزياء كان في مصممة وأنا المشرفة يعني اللي بيستلم كل الأزياء يعني أنا بالتصوير تمام وبعدين كفيت يعني بدبي بالحرمليك واجيت على مسلسل استليدتهم بتركيا واستقريت بتركيا ما شاء الله اللي عمل ضقة كبيرة على كل في الوطن العربي يعني وأيش أكثر العمل أنت فخورة أنك شاركت فيها؟ فخورة بمسلسل الكندوش الشامي بصراحة يعني المسلسلات الشامية غير تماما المدير صحيح هذا الصبر يعني الحمد لله يعطيكي ألف عافية الله يعافيكي الآن نقل المجالة تصميم الأزياء أول ما شاء الله أنا شايف العبايات الجميلة التي تحمل لمساتك رمضان على الأبواب أنت عارفة المرأة العربية كيف تحب أن تتزين بالأزياء الخاصة لرمضان لو تكلمين أكثر عن تصاميم العبايات هل أنت فقط يعني بتتخيطي وتفصلي عبايات عربية أنا عاملة كل موديل خاص يعني تنوى بالعبايات ما عملت ولا عبايات بتشبهت تاني عملت عبايات مثلا هاي العباية اعتمدل زي المغربي صحيح يميل للقفطان أي وقت القفطان اللقماشي التول شكل سمبل واعتمدت هاد مثلا هذا صحيح العباية تقريبا الزي اليمني عندكم أيسا أحبت أعمل هايك شي لمسة واعتمدت أكتر شي بالكلف العريضة بالعبايات اللي فيها شك هاند ميد ما شاء الله حتعني أنت اللمسات هذي اللي نشوفها صناعية دوية هي دوية كلها لا بشتريها طيب بالنسبة للدارج رمضان هذا موضط رمضان 2024 أنا اعتمدت على أماشي الحرير العبايات هلأ صايرين أكتر شي الأزياء سمبل تتجهلك للبصار أيوه فاعتمدت على الأماشي الحرير واللي بيكون فيها شي بسيط يعني شك بسيط الحزام أيوه أماشي حرير بتكون طيب أنت فيمنا عدة ألوان يعني وفي هذا الموديل كمان نفسه هذا أيوه هذا غير شي بلون ثاني كمان حرير وسمبل يعني وبيعطي لونة حلو طيب بالنسبة للقطع ما شاء الله يعني أنت بتقومي بالخياطة ولمعك مع ميلا هلأ أنا بتصمم أول شي الموديل أيوه بيرسمه بعدين بروح على أماكن ببيع القماش تنتقي القماش أكيد فيه ورشة صغيرة يعني وفيه خياطة ومساعدة بخيطول القطع بس تحت إشراف يعني وفيه عندي كمان مسؤولة سوشال ميديا يعني بتعرفي أهم شي هلأ السوشال ميديا بالحياة فوجه له تحييب شكرا هي صديقتي تحياتنا الفريق وأنا بكفي الباقي يعطيك ألف عافية طيب تقريبا كذا يعني القطع الوحدة كم تاخد معاك لما تصبح قائزة أعفون يعني قائزة يعني تقريب يومين ثلاثة ما شاء الله لأن فيه رسم الرسم لحالو شي ثلاث لأربع ساعات أي تنقية القماش بدأ ممكن يوم ممكن يومين ممكن ملائي القماش بنفس اليوم لأن أنا باعتمد على القماش المميز دائما وخاصة العبايات اقتنيت العباي الشامية يعني من كل بلد أخدت الزيت تابعه أيوة الزيت تقليدي مثلا هون القماش التول هون الكلف العريضة الزيت اليمنى العبايات دمشقية اخترت البروكار مثلا فينا اللي فيها اللمسة دمشقية أكثر أي واحدة لو نعرضها هيك شيء هي فيها اللمسة دمشقية نحنا بنعرف الزيت الشامي أكثر شيء الملاية بس لو توجهي العباي للكاميرا عشان يشوفوها المشاهدين هنا أيوة دائما نحنا بنعرف أنه زيت الشامي الملاية بس أنا حبيت أعملها على شكل عباي وحط لمسي شيء سيمبل بسيط ستراسي يعني ذهبي بتشكل موديل العباي طيب جميل بالنسبة لو مثلا لو قلت لك عميلا تقول لك أشتي يعني أو بدي مثلا هذا التصميم يعني هل مثلا تقولي له هذي ناسبة مناسبة أو تعطيه علماتش أنا دائما بشوف الشخص كيف كل واحد بيختلف من الجسم من شكل من لوم بشرة واختار على حسب شو بيناسبه هو أكيد وبنصحهم يعني أنه على ينقل الموديل صح يعني أهم شيء الأخير لك نظرنتي يعني يعني محترفة حقيقة أنا بقول لك إيش عقبتني عقبتني هذه الأذو هاي الموديل أنا طبعا أول ما شوف هذه الدنادش أضعف صراحة لو تكلمين عن هذه العباية أنا هاي العباية مثل ما قلت لك اعتمدت عدة أنماط هاي اعتمدت موديل هنا تفضل أيوة موديل نوع القماش ايش يسمونها حرير بطن أيوة يعني نوع القماش الثقيل جميل طيب إيش أكثر الموديلات اللي مقبلين عليها النساء العربيات أكثر شي بصراحة بيحبوا مثل ما قلت لك أول شي وأكثر شي عملت منهم الحرير الحرير ايه ماش الحرير في المناسبات يدل على الفخام أيوة صح والألوان الظاهرة بس مع موديل سمبل يعني جميل طيب كيف استعداداتك لرمضان من ناحية الشغل يعني وكيف الإقبال من النساء والله فيه فيه إقبال الحمد لله وفيه تجاوب وفيه الوجوه بيّنت علي أنه حابين الشغل الحمد لله الحمد لله رمضان كريم علينا وعليكم مرة تانية وبتشكركم كتير شكرا نقل الآن مثلا للألوان ايش الألوان الموضة الدارية لرمضان هذا الخمري الكحلي مثلا هذا اللون الكموني ايوة مش الكركمي لأنه اشتهر هذا المصطلح ايوة كتير الكركمي نحنا من قلوب الشامي الكموني ايوة جميل جدا ما شاء الله اي الفوشي مهمة كتير كمان الفوشي يعني مثلا فيه في بعض الدهبي طبعا ايوة في بعض العبايات نقدر نلبسها في مناسبات فخمة يعني زي العراف اعتمدت هاد الشي زيدة اعتمدت اللون الدهبي ممكن بحفلة رمضان او رمضان نهاية رمضان ايوة طيب تعرفي العزايم تكثر في رمضان العشاء والفطور ايش ممكن النساء بهذه المناسبات يعني رمضان ايش تلبس تنصحيتهم انا بنصح للعزايم دائما نحن منحب نكون بمظهر لائق طبعا العربية البيسة لازم يكون في شيء ظاهر يعني ومنفس الوقت حلو الشك عشاء الله هادي اشوف انا عندي بعض التصاميم هدول بعض التصاميم وباقي موجودين عندي بالبوتيكو وبالصفحة ان شاء الله انا بحب انه تعتمد الشك بالنسبة لعلي اللي هو هذا الكريستال يعني ما شاء الله اني اشوف لم اتو صناعية دوية لم اتو ما شاء الله يعني جدا رائعة وفخمة يعطيكي اسلامي الله عافيكي ونورتين ووضعتي حست برمضان صلاح شكرا نورتين للاقاصر ومنها للاعلى يا رب ونشوف تصاميمك يعني في كل المحافلة الدولية شكرا شكرا لكم وفرصة سعيدة شكرا وحنا سعيدة شكرا